حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن أكتر من موضوع طبعا يعني أعذروني شوية لأن التقلبات الجوية والرياح اللي موجودة دلوقتي في الجو اللي بتميز هذه الفترة من ال... بتميز المناخ يعني في هذه الفترة من العام بتخلي الناس اللي عندهم كده مشاكل صدرية زي حالتنا يعني يكونوا متأثرين شوية فمعليش هتسامحونا شوية في بعض التغيرات الصوتية يعني النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أكتر من موضوع وهنبدأ موضوعنا الأول على طول والحقيقة إن الموضوع الأول في حلقتنا النهاردة هو في شكل سؤال وهو فعلا كان سؤال يعني أحد الأمهات بعثت لنا السؤال ده فأنا فكرت الحقيقة إن إحنا هذا السؤال جدير إن إحنا ممكن نجاوب عليه بشكل موسع شوية لأنه بيخص تجربة بتمر بيها أسر كتيرة جدا جدا وهي تجربة إن الطفل أو الطفلة يلتحقوا بالحضانة لأول مرة وأنا هنا مش بتكلم عن الحضانة المدرسية اللي هي كيجي وان وكيجي تو لا أنا بتكلم عن الحضانة اللي هي اللي الأطفال بيروحوا فيها يلعبوا ويتبسطوا من أي عمر ومع إن إحنا قلنا قبل كده إن العمر المثالي بيبدأ من عمر السنتين ممكن سنتين أو قبل كده بحاجة بسيطة طبعا في ناس بيودوا أطفالهم قبل كده ولكن أنا بقول عمر السنتين هو العمر المثالي بيقدوا الأطفال وقت في الحضانة دي زي ما قلنا بيلعبوا ويتبسطوا ويغنوا ويتعلموا شوية بعض قواعد السلوك الجماعي الخاصة بالأكل والالتزام وهكذا وفي بعض الأوقات أو بعض الحضانات بيكونوا شطار وبيعلموا الأطفال بقى كلمات كتيرة وأرقام سواء طبعا باللغة العربية أو بلغات أخرى زي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية حتى موضوعنا النهاردة جالنا أو سؤالنا كانت أم بتقول أنا ابني عنده سنتين ولسه رايح الحضانة يعني مبدئا كده هي ملتزمة بالموعد الممتاز يعني لسه رايح الحضانة بقى له أسبوع وكل يوم بيروح الصبح بيعيط يعني لما بيجوا الصبح بيعشان يروح لما بيوصلوا عن الحضانة بيعضوا يعيط ما بيبقاش راضي يدخل وأول لما بيشوف الحضانة حتى لو من بعيد بيبتدي برضو يستمر في العياد وهم في الحضانة مش بيرضوا يدخلوني معاه وبيقولولي هيسكت بعد ما يدخل سؤال بقى الأم هل ده غلط عليه نفسيا ولا لا